من جهته قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق ردوان إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تجرم التمييز وصدرت منذ عام 1952 وأشار طارق ردوان إلى الاستحقاق الدستوري الوارد في المدة الثالثة والخمسين من الدستور النصري والذي تم إقراره في عام 2014 قطعا في ظل التحديات اللي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية ما نقدرش نحمل على نظام معين أو سلطة معينة موجودة في مصر دولة خاضت تجربتين من الثورات تغيير أنظمة سياسية تحديات اقتصادية تحديات أمنية تحديات سياسية بداية من خرطة الطريق عقب ثورة 30-6 ومرورا بدستور 2014 انتخابات الرئاسية واستحداث البرلمان أو مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل تشيه الأول 2016 تمخذ عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر يمكن من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عقب هذا تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك أيضا إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022 على التوازي المؤسسة التشريعية لم تنتظر أي توصيات أو إحالات بل بالعكس قمنا طوعية بتقديم قانون الإجراءات الجنائية وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الدستورية والتشريعية ويتم مراجعة هذا القانون الآن الذي تم الانتهاء من تقريبا 80% من مواده أو البنود الخاصة بمشروع القانون